اشتركوا في القناة يعني يوعد بيحطون في مكانة الحقيقة يتحدثون بلا وعي ويتجوزون ويتحدثون انت عم الفقرة هنا عن غسيل الاموال من يحتاجون الى غسيل الزمم يتحدثون عن غسيل الاموال في الاهل تفضل ده كلام مهم جدا وهذه ابرز عنوين الحلقة مقالي ومقاله غسيل اموال في الاهل الغربال الواضحات من الفاضحات وبعض من لسانه ميدو بين التثريب والتسريب وفي الشموع الحمراء توتو واسرار الملك عن المدافع الصل ومجلتنا من 40 سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خليني في البداية اقول لكم تسهيلات مهمة اقرها مجلس ادارة النادي الاهلي للرغبين في الانضمام لعضوية النادي مزايا جديدة قبل سرايان السعر الجديد اللي هيكون على العضوية بداية شهر سبتمبر ان شاء الله الوضع الحالي الرغبين في الاشتراك في العضوية سواء العضوية العاملة العامة لكل الفروع او عضوية الفرع فرع الشيخ زايد او فرع التجمع بمجب هذه التسهيلات يمكن الانضمام لعائلة الاهلي مع تقسيط قيمة العضوية لو هتدفع 25% مقدم ممكن تقسط الباقي على 6 سنين وممكن تدفع 30% مقدم وتقسط الباقي على 5 سنين وممكن تدفع 50% وتقسط الباقي على 4 سنين تعرفين ان العضوية دلوقت فرع الاهلي في التجمع او فرع الشيخ زايد لاثنين كل واحدة فيهم بـ 285 ألف شاملة ضريبة العضوية ده للمؤهل العالي وبالنسبة للمؤهل الأقل من العالي فيما المؤهل اولا فيما تبلغ 570 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة يعني المؤهل العالي 285 واللي دونه ذلك 570 ألف جنيه ده لعضوية فرع التجمع او عضوية فرع الشيخ زايد طب العضوية العاملة الكاملة بقى لكل الفروع دي للمؤهل العالي بـ 855 ألف جنيه شاملة قيمة الضريبة المضافة والدون المؤهل العالي بـ 1.140 ألف جنيه طيب لما حتزيد بقى اللي حيلحق دلوقتي حسب الأسعار الحالية اللي حيبدأ العمل بيها 1 سبتمبر 1 تسعة عشان كده تسهيلا للراغبين ونظرة للإقبال الكبير النادي قالك الزيادة من أول سبتمبر ابتداء من 1 سبتمبر هتصبح لعضوية الفرع في التجمع او في الشيخ زايد هتبقى 399 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة و 684 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة وعندك فرصة قبل 1 سبتمبر تستفيد من التأسيط اللي الموجود يعني الحقيقة أنا ألمس هذا لأن الوقت أنت بتاخد عضويات في كل فروع النادي لما بروح الشيخ زايد بشوف الاندفاع وحركة الإقبال على الاشتراك في النادي الآلي والميزة اللي الناس بدأت بتحاول دلوقتي تفاعلها أنك إنت لما بتعمل عضوية فرع بتحتفظ بحقك في تحويل العضوية الفرع إلى عضوية كل الفروع في أي وقت عجبك بالسعر وقت التعاقب يعني إذا زاد بعد كده بتدفع على سعر لمدة 5 سنين يعني محتفظ بهذا الحق لمدة 5 سنين لمدة 5 سنين والآلي مرشح أنه بيعمل يعني يكاد يكون تقريبا استقر على أنه يعمل فرع في العالمين وده هيبقى حاجة جميلة جدا لأعضاء النادي الأهلي كمان اللي هم لما يروحوا في الصيف ممكن يترددوا عليه طيب كمان التحاد الدولي لكرة القدم بيعلن حسب المصادر السعودية أنه قرعة بطولة كاس العالم للأندي اللي هشارك فيها الأهل إن شاء الله هذا العام في السعودية القرعة هتتعمل في جدة هتتعمل في جدة 12 سبتمبر 12 سبتمبر القادم والبطولة هتتلعب في الفترة من 12 ل 22 ديسمبر المباراة هتتلعب في مدينة جدة يمكن الإصلاحات اللي هتتعمل في ملعب الجوهرة المشاعة بعد كده هتخلي الجوهرة المشاعة في جدة هيستضيف خمس مباريات فقط وملعب الأميرة عبدالله الفصل هيستضيف باقي المباريات في مباراتين بعد كده في عبدالله الفصل ومحاولات جدة بتبذل حاليا لإقامة جميع المباريات على ملعب الجوهرة المشاعة في حال قدرة الملعب على استيعاب هذه المباريات تعرفين أنه البطولة هيشارك فيها مع الأهل الأهل كبطل أفريقيا هيلعب اتحاد جدة بطل الدور السعودي اللي هيستهل البطولة مباراة مع أوكلاند سيتي النيوزلندي وبيشارك منشستر سيتي ريد دايمونز الياباني بطل آسيا وكلاب ليون المكسيكي بطل الكونكا كاف أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل الأوكيانوس وحيتبقى فقط بطل أمريكا الجنوبية اللي ما تحددش لغاية دلوقت هيتم تحديد الفائز من كوبر البرتادوس يوم 4 نوفمبر المقبل علشان يكتمل عقد الفرق المشاركة في الفترة من 12 ل 22 ديسمبر إن شاء الله بطولة قوية بطولة قوية جدا جدا لأن بطل آسيا الاتحاد يعني لا بطل آسيا الفريق الياباني الفريق الياباني الاتحاد بطل الدولة المتصديف ممثل البلد المتصديف لكن الاتحاد جدا أنا شايفه حتى من شكل الأداء في البطولة العربية ما زال هو صحب أخوى أداء من الفرق السعودية حتى الآن لا مش داخلي هذر بطل اليابان دائما في غموض وهم دول أصحاب المفاجآت يعني لازم تشيل هم بطل آسيا ده كلوب ليوني المكسيكي ما عرفش حاجة عنه لكن أوكلان سيتي طبعا إحنا نعرفه كويس وعرفنا كويس بطل أمريكا الجنوبية هو بطل أمريكا الجنوبية في كل أحوال زبط الأوروبا جدا تمام ده يمكن كلام مهم جدا عشان كده البطولة على خريطة الاهتمام الرئيسي للنادي الأهل انت عارفين انك انت عندك كمان هتلعب في أكتوبر من 21 أكتوبر لـ 11 نوفمبر بطولة الدوري الأفريقي أو دور الصوبر الأفريقي دي كمان بطولة مهمة جدا بيشارك فيها التمانية الكبار في القرى الأفريقية الأهلي واحد من هذه التمانية تفاصيل كتيرة في هذا الملف ولكن بعد الفاصل أهلا محضراتكم من جديد انبارح النادي الأهلي أعلن عن راعي جديد ضمن باقة الرعاة للنادي اللي بتعكس حجم الاهتمام من قبل الرعاة بالارتباط والشراكة مع النادي الأهلي وكمان هي المرة دي في اتجاه آخر اتجاه بيضيف للدور الثقافي والتسخيفي والتعليمي للنادي الأهلي أول مرة بقى فيه راعي تعليمي جماعات الكندية اللي يسأل من أين هأتي الأهلي بأمواله من خلال أفكاره الفكر يا جماعة هو اللي بيحرك أي تطور في أي مجتمع الفكر هو اللي عمل التكنولوجي الحديثة الأفكار البسيطة اللي خلقت لنا أغنى مليونيارات العصر الحديث عشان عرفوا طباقوا فكرهم إلى واقع النادي الأهلي كل يوم بيضيف حاجة جديدة فاللي مش عارف يلحقه بيوجه له انتهامات عسى أن ينال منه فالنهار ده الرعي التعليمي أيا كان حجم هذه الرعاية لكنك أنت عمال بتكرس وبتزود قيمة الباقة التسوقية بتاعتك ودي الأهل التسويقي فمو كويس أما تيجي بتحدد قيمتك التسوقية مرتبطة بالباقة التسوقية أنت بتديني إيه وبتاخد مني إيه هذا التكافؤ في العلاقة هو اللي بيعمل بيعمل حقيقة القيمة التسوقية للمكان والراعي ولذلك تجد رعاة النادي الأهلي هما قمم في كل مجال من مجالاتهم هما القمم في كل شيء ده كلام مهم جدا أعتقد عبر عنه الكابتن محمود الخطيب في كلمة مبارح عن قيمة الارتباط وحجم الارتباط وشكل العلاقة مع الجماعات الكندية في مصر وما يمكن أن تضيفه هذه العلاقة لأعضاء النادي وأيضا فلسافة الارتباط مع شريك تعليمي في النادي نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب في المداية بنرحب بسيد السفير لويس دوماس السفير الكندي في جمالة مصر العربية بنرحب بدكتور ماندي القاضي رئيس مجلسه مداء الجماعات الكندية في مصر بنرحب بكل أخوى الحضور وبالسلد الإعلامية الحقيقة قمت قبل ما أتكلم على تفاصيل مؤتمر من عرضا ومناسبة كمان هو انتهاء المسلم الرياضي اللي فات موضة مهمة جدا عايز أتكلم فيها وهنئ كل جماهير وعضاء النادي الآن على هذا المسلم الناجح حقيقة ناجح بكل المقيس وعلى كل المستويات حقانا الحمد لله رب العالمين تقريبا كل ما يتمناها جماهير ومحبي النادي الآن طبعا لدي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى من أحمد ربنا عليها وان شاء الله نعمة ويحفظها دائما نعمة الكندينا يحفظها دائما من الزوال بإسلام وبس كمان مش على مستوى الرياضي وتحقيق بطولات محلية وقرية لا بس لكن كمان على كل المستويات اللي براها النادي وكمان المستويات الانشائية أعتقد برضي الموسم جاف منشأ كبير جدا منشأ يتشرف به كل أهلاوي وأعتقد كل إنسان مصري وهو فرع الجديد للنادي الأهلي فرع التجمع الموسم ده والنتاج اللي بحققت فيه بيحمل بيحمل نحن بيحمل أولادنا الرياضيين وكل العاملين في النادي الأهلي مسئولية مضعفة ومسئولية كبيرة جدا كل مدرب وكل لعب كل مسئول في النادي الأهلي كل إداري كل من له دور مسئولية مضعفة في اللي جاي اللي فات ده خلاص فات ده بقى تاريخ اتكتب بقى في تاريخ النادي الأهلي لكن اللي جاي هو التحدي الآخر اللي جاي عشان كده المسئولية بقى مضعفة عشان بإذن واحد لحاول بقدر الإمكان وبجهد وبإخلاص الناس كلها وجماهير الأهلي قبل كل الناس في الحفاظ على ما تحقق فيه من بطلات وإحنا طبعا عارفين كمان الجمهور النادي الأهلي مش بيقبل أي حاجة غير المركز الأول عشان كده كل واحد فينا داخل منظومة النادي لازم يقفل نقفل الصفحة ونبدأ بإذن الله نستعد للموسم الجديد بمنتهى القوة والتركيز لأننا الحقيقة علينا مسؤوليات كبيرة جدا تجاه ما الوصفوا فينا دي مسؤولية كبيرة المفروض أننا نكون على قدر هذه المسؤولين نرجع بقى المؤتمر النهاردة الحقيقة الموضوع المؤتمر بيعكس نهج جديد وبيعكس نهج اللي احنا ماشيين فيه او ماشيين بيه او ماشيين عليه احتمالي بنقول وبنأكد وده واقع يا جماعة أنه النادي الاهلي مش مجرد نادي رياضي النادي الاهلي كيان مؤسسي كبير جدا بيخدم بلده مش في الرياضة بس لا بيقدم خدمان تانية في مجالات عديدة وعندنا رسالة مجتمعية حرصين عليها من خلال اللسالة دي بنحاول نساعد أو نكون جنب الدولة ونساعد الدولة ونخفى العب على مؤسسة النهار دا نحن نوقع عقد شراكة مع الجامعات الكندية في مصر لشان تصبح الشريك التعليمي الحصري للنادي لمدة عامين إن شاء الله شراكة إحنا شعاداء بيها طبعا جامعات الكندية جامعات كبيرة جدا وليها تاريخ مشرف جدا وفي المجال التعليمي وإن شاء الله بالتعاون معنا يعني تساهم في العملية التعليمية العملية التعليمية بشكل بإذن الله شكل أخطر إحنا عايزين ممارسة الرياضة يكون متلازة من عن ناحية التعليمية لأن الطفل أو الشاب اللي بيبارس الرياضة أكيد دا بينعكز الرياضة في التعليم في نفس الوقت عايزين الرياضة من غير تعليم الاتنين بيكمله بعض بالتأكيد حيكون في مزايا من هذه الشراكة للنادي وكمان لأعضاء النادي ومحبيه وممكن مستقبلا يعني يتيت أفكير كمان لزال جماهير النادي زال المنح التعليمية والخصومات المالية للطلبة اللي بتدرس ببرامج الدرسات التعليمية ومزايا تانية كتير لكن حاليا العقل اللي بتوقع لأعضاء النادي ولعيم النادي أما الموضوع الدمهور فهم لسه بيقدموا وتصوروا فكرة إن شاء الله لما يقدموها بإذن الله ندرسها ونعلنها للناس إن شاء الله أنا مش عايزة أتكلم كتير عن تفاصيل التعاون اللي بيننا وبين الجماعات الكريدية لأن أكيد طبعا هتكلم أفضل مني وأوقع مني في الدور المندي القاضي وهو اللي ممكن يشرح يوضع لحضراتكم كل حاجة بعد كده إن شاء الله في كلمة الإذن الله ونشكره على حضور لأن حضوره فعلا يعني تكريب وتشريف لمشروعنا النهاردة أو رعيتنا النهاردة أو حق الرعاية اللي احنا بنضي ومشاركتوا في هذا المؤتمر اللي بيأكل برضا على علاقات طيبة جدا جدا بين دولتين كبيرتين مصر وكندا شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله طيب أنا حجب من الآخر واطلع على بداية الكلمة لأنها مهمة جدا جدا أستاذ براهيم طبعا في الآخر دي علاقة راعي تعليمي ربما هيكون شكل العلاقة والاستفادة مختلف عن الرعاية التقليدية لأنه هو ما عنده سلعة يترحى في الشارع أو على الجماهير تشتريها ولكن هو عنده خدمات تعليمية متخصصة جدا الهدف الذي يسعى إليه الجامعة الكندية أنها تنتشر بأكبر عدد من فروع الجامعات وهي موجودة قريدي في أكتر يعني في التجمع وموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة ولكن فكرة أستاذ ابراهيم الراعي اللي عايز يصل إلى أذهان وقلوب المواطن المصري مفيش أعظم وأسرع وأنجع من فترينة النادي الأهلي يعرض بضعته فيها فهذا الارتباط مع النادي الأهلي هو الذي يشكل القيمة تسويخية النادي الأهلي البهوات خاريب الزمة مرضى النفوس الذين لا يتصوروا إلا كل ساي عشان يشووه صورة الأهلي يبتدي وإلا كل الأهلي بيجيب فلوسه منين أنا أنا هأجل تعليقي لأنها آه جات منهم بقى آه جات منهم وحنقول جات منهم ليه إنما الحرص بقى على حضور السفير الكندي الموضوع أكبر من جامعة ونادي ده بلد وبلد وشعب وشعب وصفارة ترى أن النادي الآهلي يجيد تمثيل الشعب المصري المواطن المصري ويستطيع أن يصل بهذه العلاقة إلى أعماق كبيرة جداً من خلال ارتباطهم بالنادي الآهلي التعليم في كندا متقدم جداً وانا أعلم لأن أخي واخد دكتورة بتاعكم كندا وقعت معاس أنا في كندا لما كنت موجود في كندا وشفت التعليم عن قرن وشفت إزاي بيرعو الطلبة من كل أنحاء العالم فخطوة مهمة جداً تشريف السفير الكندي معنى أهم جداً للبهوات اللي عملين يقولوا الأهل يوسيق العلاقات بسم الله ماشاء الله هم يورونا إيه اللي عملوه عشان غير الدس للأهل والأشقاء إيه اللي عملوه عشان يدعموا العلاقات بيننا وبين الشعوب أستاذ إبراهيم خطوة مهمة لكن أنا عايزة أرجع لأول كلمة قلها بسرعة كابت الخطيب في مستهل الكلمة يا جماعة ما حققناه من جاه اقفلوا عليه المهم اللي جاي وما أصعب أستاذ إبراهيم أن تنطلق لتتحدى العلامة الكاملة أنت لما بتحقق العلامة الكاملة أو تقترب هو لسه ما حققناش من تحقيق العلامة الكاملة سواء في الألعاب أو في التحدي هنا صعب جداً فقال لي خلونا في اللي جاي لأنه وده التحدي الحقيقي وده العمل الدقوب وده النظرة المستقبلية وده الأفكار التي تحملنا مسؤوليات أضخم وأضخم أن نحن نسعى إليها عشان نحقيقها كلمة مهمة جداً بتوريلك كيف يعمل النادي الآلي ولا يلتفت إلى الرد والصغير طيب دي كانت كلمة الكابتن خطيب هنشوف لقاء مع السفير الكندي اللي حرص على حضور هذا اللقاء والإعلان عن هذه الشراكة السفير لويس دوماس السفير الكندي في القاهرة لقناة الأهل نشوفه أنا سعيد بالعودة مرة أخرى لمصر هذه البلد التي أحبها وقريبة جداً إلى قلبي وإنه لمن دواعي سروري أن أحضر اليوم إلى النادي الأهلي لأشهد توقيع هذه الاتفاقية بين الجامعات الكندية في مصر والنادي الأهلي ومثل ما قال كابتن الخطيب اليوم لا شيء أهم من دمج التعليم بالرياضة ولهذا نحن هنا اليوم ميزة كبيرة جداً لدولة كندا وهي تواجد جامعات كندية في مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة المؤسسة الكندية لها جامعتان في مصر حتى الآن ونحن نسعى لزيادة عدد الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة الآن وقعنا هذه الاتفاقية مع النادي الأهلي وهي لدمج التعليم والرياضة وأظن أن هناك العديد من الذين سيستفيدون من المؤسسة لقيمة الأهلي التي أعلنها السفير والمكانة الأهلي كان اهتمام كثير من النجوم على الارتباط بالأهلي ليس الرعاة الآن يعلن النادي الأهلي عن ضم المهاجم المغربي ريدا سليم ريدا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي واحد من أفضل وأبرز نجوم الدوري المغربي في الموسم الفات والذي شارك وساهم في فوز الجيش الملكي بهذا اللقب الآن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد معه رسميا لمدة أربع مواسم العقد لمدته أربع مواسم وسنة خامسة إذا رغب الأهلي في ذلك وقال النادي في إعلانه أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية والطبية الخاصة بانتقال ريدا سليم للأهلي مبروك لجمهير الأهلي مبروك لريدا سليم مبروك بالعلاقة الوثيقة بين الأهلي والأشقاء في المغرب التي جاء الريدا سليم ليرد على كل من حاولوا تسميم هذه البئر وتشويه هذه العلاقة والتسريبات كانت فاضحة إن الناس كبيرة والوحد كان حطيتها في مكان أنا حاولت أن تستغل الظرف بطريقة غير محترمة ولكن كانت الصفعة أن النادي الجيش الملكي هو بالذات اللي يمدي إيده ويقول إحنا بنفضل نادي الأهلي ويبارك لريدا سليم ويقول له خلي بالك أنت عليك شغل جميل جدا لأن النجاح في الأهلي مرتبط بمعايير حنشوف هذا الفيديو اللي بيعلم من خلاله النادي الأهلي انتقار ريدا سليم للأهلي ريدا سليم أنا أهلاوي في شكل مبتكر جدا للإعلان عن لاعب أعتقد أن الأهلي كان راعي قيمة ارتباطه بمصلحة مصر وهو في الإطلالة دي أنه من خلال استعراض لجمال مصر وأن يطل هذا اللاعب المبدع على العالم العربي والنادي الأهلي في هذه اللقطات ولكني دعني من ريدا سليم لا قبل من أمي ريدا سليم دعوني الأول وقد فاتني الحقيقة الأمر أن أعزي الأستاذ إبراهيم المينيسي في وفاة شقيق زوجته السيدة الفاضلة أول أمس ويتحامل ما حدش أعزيك في هذا يعني أنت لسه واصل الصباح النهاردة ويعني أعلم يعني مدى مدى ثقة للألم اللي أنت كنت عايش فيه شكرا ربنا سيدي يعني صباركو شكرا وتعادينا لك اتفضل أستاذ بس عشان الناس تعرف أدي حضرتك بتتحمل عشان ربنا أخذ ليك ريدا سليم إيه لدات الكاملة بتاعته لأن الحقيقة صفقة كتير حاولوا التأثير على الأهل فيها ويمكن لفت نظري أنه نصر الدين النبي وده الرجل التونسي المدير الفني للجيش الملكي قال الأهل خد مني 40% من قوة فرعتي وأنه ريدا سليم ما كانش بس أهم لعب الجيش الملكي الموسم ده ده كان واحد من أهم نجوم البطولة المغربية كلها وقال أنا كمدرب بلوم النادي الأهلي أنه خد مني على ذكر 40% من قوة ولكن شوفوا بقى تأدير الموانس عادل أشار للجزئية شوفوا مردود قيمة الأهلي عند الأشقاء في المغرب مقارنة بالمحاولات اللي حاول الصغار هنا يأثروا فيها على صورة النادي الأهلي ويحاولوا تشويق قيمة النادي الأهلي الرجل قال لك أنا بقول رضا أنت رايح النادي الأكبر في أفريقيا أنت رايح لنادي بيضيف له كل لعب يرتبط به أنت قدامك مشوار كبير جدا بيضيفه يا صدر أمراهيم لكل لعب إلا لعب ينادي الزمالك بعد ما ياخده البطولات والأوسمة بيندمه لما يبطاله يندامه رضا سليم موليد 25 10 99 طوله 175 ووزنه 67 كيلو بيلعب جناح يمين ومدربه قال قال أن أنا أتمنى أنه يفضل بيشارك في الجناح الأيمن هي دي قوته وهي دي خطرته إلا إذا راح أو إلا إذا شاف مارسو الكولر حاجة تانية هو كمدرب أدرب لعبته وقتها قال كمان القيمة التسويقية على فكرة حاليا لريضا سليم 22 واثنين من 10 مليون يورو وده السابت في ترانسفير ماركت مشواره مع الكرة بدأ إزاي بدأ في أكاديمية الجيش الملكي في قطاع الناشئين في الجيش الملكي قعد ثلاث سنين فيه وبعد كده راح لعب لناشئين الرجاء من 2014 ل2017 رجع تاني للجيش الملكي وفضل معاه لغاية لما لعب للفريه الأول في 2019 لعب للفريه الأول هو تحت العشرين لعب للمنتخب المغربي للمحليين وفاز معاه بطولة أمم أفريقيا للمحليين عشرين عشرين إنجازاته الشخصية ريدا سليم أفضل لعب شاب في الدور المغربي 2019 2020 أفضل لعب في الدور المغربي 22-23 بصه بيحافظ على اللقب تاني هدافي الدور المغربي هذا الموسم بـ 11 جون عمل إيه مع الجيش الملكي النابي المدرب بتاعه بيقولك 40% من قوتي بيجمله ولا دي حقيقة هو شارك خلال الموسم اللي ده في 39 مباراة سجل 13 هدف وصنع 14 هدف شارك إجمالا مع الجيش الملكي في كل المباراة في 115 مباراة سجل فيهم 32 هدف وصنع 26 هدف حقم مع الجيش الملكي بطولتين في كاس العرش موسم 2020 والدور المغربي 22-23 فاز مع المنتخب المغربي للمحليين بطولة أمم أفريقيا 2020 وشارك مع المنتخب المغربي الأول تحت قيادة عموتة في 2021 وخض مباراة دولية واحدة ودي يمكن أنتوا بتشوفوا أبرز مهارات وأهداف لعب الأهل الجديد رضا سليم طيب اللي أنت قلت ده بيقولك لماذا اختاره الأهل أي لأنه عنده كل الكلام ده أي المعايير القياسات بالإضافة إلى شعرف أقولها أو لم أقولها كنت نفسي أستأذن للأول طريقة كولر طريقة كولر آه في استكمال قراره بيلجأ إلى الطب النفسي حد يسمع عن الكلام ده قبل كده إلى الطب النفسي معاه حد من خلال ده غير الدكتور محمد أبو الوافر لا 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 آه بيديله الشخص ده تسأله في واحد نين ثلاث أربعة خمسة ستة وياخدوا الكلام ده يحللوه بعدين يقوله أيوة ينفع بتدي بقى تكلم معه أنت وتحور معاه وتكتشف واحد ثلاث أربعة إذا تطبق الكلام مع الحوار يبتدي يقولك الشخصية دي ممكن تيجي النادي الأهل وده كلام جديد شو ما يقولك شي بيعمل تحليل داتا آه يعني أنا متأكد أنه كان عمل الكلام ده مع برون ومسلا كان ممكن حيتعفز آه لكن هم الحقش ما هم الحقش يعمل الكلام ولذلك الناس كتير تقولك هو بيفكر كتير ليه لأن كل اللي فات دي دي أرقام أرقام هو بيقدر يستدل بيها على سمات الشخصية لله لا دي أرقامه في الأداء سماته الشخصية من خلال اللي أنا بيقولك عليه بقى تحليل إذا تكامل لأن أنت مكتب أرقامك مرعبة ولكن تيجي عندك بدئة تيود ما تعرفش تندمج ما تتحملش الضغوط سريع أنك يبقى لك رد فعل سلبي أماص ها نعم أنت في حاجات كتير جدا ولذلك أنا متحفز جدا على سرعة أن إحنا نقول أيوة كده لا أيوة كده اخترنا أيوة كده اخترنا عملنا الهومورك كويس لكن اللي جاي إيه بقى ده بتعرضه ده بتاع زميله ده بتاع كولر ده بتاع التوفيق من الله سبحانه وتعالى بتاع أن يسيب كل حاجة في حجمها يا جماعة ما نحسس الناس أنها خلاص عملت اللي عليها لسه ما ابتدتش هو مؤشر للعب كبير لكن هو لعب مطش واحد دولي مع الفريق الأول لأن منتخب المغرب مرعب طبعا عشان تجد لنفسك مكانة فيها فأنت عندك دلوقتي وعد اسمه كريستو ووعد جدا اسمه رضا سليم يعني كريستو عايز بخبرات واخدها رضا سليم ده برضه يولي لك النادي اللي بيعمل إيه في بكرة أو في بعض بكرة فأنت بتنزل بمتوسط السن بتراعي تدرج الأعمار بتراعي تدرج الخبرات بتراعي إن اللي ييجي يعرف يندمج وينسجب بنضع الله سبحانه وتعالى رضا سليم ليس مادة للتحفيل على أحد يا جماهير الأهلي من فضلكم العيب اخترنا بمعايير دعوا رضا ينضج مع فريقه على نار هادئة إحنا مش جايين نقول للناس أيوة مش عارف أيوة عندنا مين وانتم معرفتش تعملوا عجب لا شأن لكم بالآخرين أرجوكم نترفع عن التحفيل علشان نقدر ربنا يبريك لنا ونقدر فعلا نشعر نحن بنطور بحاجة لها قيمة الحقيقة الأرقام بتقول ومن خلال موقع ترانسفير ماركت المهتم بالقيم السوقية للعيبة ومن ثم للأندية الأرقام بتقول إن الأهلي مع صفقة رضا سليم قفز للمركز الأول كأكثر أندية أفريقيا في القيم السوقية بتاعتها كان سندونز متفوق الأهلي أصبح حاليا قيمته السوقية 34 مليون فاصل 68 من مية 34 و 68 من مية مليون يورو سندونز 30 و 78 من مية 30 من يورو يعني الأهل 34 وده 30 ودعا في الاعتبار يا صاح سبراهيم إن خارج من عندك لعيبة محترفين طبعا زي بيرونو سابيو والتربواليا ميك سوني أرلاندو بيرتس بعد كده ثم الوداد المغرب الرابع بيرامدز على قد ما بينفقه على قد ما عنده كوالة شوية للعيبة سعيرهم غالي لكن كل بيرامدز في المركز الخامس بـ 19 و 63 من مية مليون يورو حد يقولك إزاي تصرف كتير وقيمة التسويقية كده الفرق بين ما تنفقه والقيمة التسويقية ده موضوع تاني يعني أنت ممكن جدا الكوباية دي تمانا كذا بس أنت تدفع فيها أكتر من كده لأنك وقتها محتاجها أي واخد بالك إنما قيمة التسويقية كده فقيمة التسويقية ده موضوع مختلف أنت عن القيمة بتاعة اللعيبة اللي عندك أغلى اللعيبة عندك قيمهم كام التراجي التونسي بعد كده متساوي شوية مع بيرامز في 19 بوينت 5 الشباب بولوزداد بعد كده بـ 12 60 النجم الساحلي بـ 10 50 شباب قسنطينة الجزائري 35 بيترو أثلتكو الأنجولي بـ 53 53 من 100 دول العشرة الأوائل في القيمة السوقية للأندية الأفريقية أعتقد واضحة جدا القيمة السوقية للنادي الآلي وده بيعكس حجم الكواليتي أو مستوى للقيمة والكفاءة والنوعية بتاعة لعيبة الأهل اللي ليهم هذه الأسعار المهمة جدا في سوء المتقلات يعني أنت تتلمي عمده كمان الناس حمد فاتحي بقيم تسوقية عالية أيضا طيب ده القيمة السوقية للنادي الآلي قياسا على كده وده طبعا يا جماعة بيعكس حجم الاهتمام بالنادي الآلي ووجوده في البطولات وإحنا أثرنا هنا من خلال ملك واكتابة الحلقة الماضية قضية بطولة السوبر ومباراة السوبر وقلنا النادي الآلي مش بيتكلم على مين يشارك ومين ما يشاركش لألي بيتكلم على مبدأ واجب الاحترام عندك لايحة بتقول أنك أنت الفريق اللي بينسحب أو بيعتذر بيتعاقب إذا كان منسحب سنتين وغرامة مليون وإذا كان معتذر بيتعاقب إيقاف سنة والغرامة نصف مليون وقلنا وقال أنه هيغير شكل البطولة وهيخلي أربع فرع تشارك فيها ويد الحق للشركة الرعية أنها تختار فريق رابع يعني بطل الدور وبطل الكاس وبطل كاس الربطة وفريق آخر تختاره الشركة الرعية وقلنا أنه المعلومات المؤكدة أنه الشركة بتسعى أنها تجيب نادي الزمالك على رغم أنه معاقب وموقوف لانسحابه في المباراة الأخيرة إلا أنه الحقيقة اتحاد الكورة بعد ما علم بموقف النادي الآلي وعرف أن النادي الآلي مش هيقبل بمخالفة اللايحة وحيطالب فقط أن المبدأ يحترم واللايحة تنفس سواء عليه أو على أي فريق آخر بدأ الاتحاد يعيد النظر في اتجاهه وأعلن على أنه المتحدة للرياضة مع أبو زابي الرياضي اعتمدوا نظام خاص بالبطولة وقالوا أنه أبرم مجلس أبو زابي الرياضي مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر اتفاقية شراكة لإقامة كاس السوبر المصري للأبطال في أبو زابي لأربع مواسم تالية يعني الأربع سنين الجايين ابتداء من الموسم ده عشر تلاتة وعشرين لأربع سنين الجايين السوبر المصري في أبو زابي الاتفاقية أكدت على تجديد استضافة أبو زابي لكاس السوبر المصري في نسختها الأربع المقبلة السبعة والتمنى والتاسعة بعد نجحتها يعني في النسخ السابقة والاتفاقية المبرمة بين الاتحاد وبين مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة بتعزز الحرص على هذه الشراكة طيب مين اللي هيشارك أربع فرق على النحو التالي بطل الدوري العام وبطل كاس مصر وبطل كاس الرابطة المصرية المحترفة ووصيف الدوري المصري العام ليه بقى؟ قال لك في حال حصول بطل الدوري على الكاس أو كاس الرابطة يستبدل بوصيف كاس مصر طيب في حال حصول بطل كاس مصر على كاس رابطة الأندية يستبدل بوصيف كاس مصر في حال تكرار نفس الفريف البطولات الموضحة علىه تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب أندية الدوري وتاهتوا لإنها هو حاب يخرج من الجزئية دي ترتيب الدوري المصري اللي انتهى الأسبوع اللي فات الأهل الأول بيراميز الثاني زمالك الثالث فيوتشر الرابع طيب عندك سيراميكا كيلو بطل الرابطة ده الوحده يبقى أدي واحد عندك الأهل بطل الدوري الممتاز أدي اتنين أنت دلوقتي هجبين بطل كاس لا لا أستنى عندك بيراميز الثاني ما هو عندك بيراميز الثاني تلاتة تلاتة الزمالك مش هيدخل لأنه معاقد هياخد فيوتشر يبقى كاس السوم لا 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 انتهى ما قلوش كده مان reimburse من اللي قال كده اللايحة هم خلاص أعلنوا أنه هم هيحترم اللايحة قالوا كده في بياي الرسمي في كده مش رسمي بس هيحترم الله هو سبب التخريجة الأخيرة اللي أنا بقول لها لكو دي إن هم شالوا كلمة إن الشرك الرعي لها حق دعوة فريق فبالتالي أصبح لا خلاص معايير بقى أصبح أنت بتتكلم على معايير فكرة إن الشرك الرعي تستدعي فريق لا مش هتستدعي كان الزمالك بيأمل في دي إنه حتى لو ما خدش الكاس أو خد الكاس حي ييجي برغبة الشرك الرعي لأسباب تسوقية هم قال لك خلاص لأسباب تسوقية الأهل موجود وخيام التسوقية تخليك تضمن حضور جماهيري قوي في البطولة كلها بكل مباريات فأصبح من المؤكد جدا بعيدا عن ما ستنتهي إليه مباريات كاس مصر لأنه مبدئيا السوبر ده هيتلعب ربما قبل ما كاس مصر في النسخة المرحلة ديت هيتلعب لأنه أنت هتلعب كاس مصر يوم الخميس الأهلي والمصري اصعد منهم وإن شاء الله يكون الأهلي حيصعد عشان يقابل أم بإمتى الله أعلم وقت مز مالك يقابل بيرامدز هيبقى السيم الفاينال بتاع كاس مصر المباراتين مترحلين للموسم الجديد وهيتلعب معهم طبعا مبارات الدور النهائي إنما السوبر وقت ما هيتلعب الأهلي والبيرامدز وسيراميكا كيلوباترا بطل الكونفدرالية بطل الكاس الربطة ثم فيوتشر حسب ترتيب جدول الدوري إذا تم تطبيق اللاحة هي اللاحة خلاص ما هي اللاحة موجودة فهتطبق هتطبق ما فيش مجل إذا فيها يعني هم اعتبروا أنه ده امتداد للسوبر بدأ ليه قال لك إيه دي النسخة الكام يعني في البيانة اللي طلع هم مين يا سيد إذا كانت سروت سويلم معلش سروت يقول كلام تاني سروت يقول رأيه لكن هو بيقولك الاتفاقية أكدت على ضرور على تحديد استضافة أبو ظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة السابع والثامنة والتاسعة والعشرة إذن انت اعتبرتها امتداد لما سبق لمرات التسلسل بتاعة البطولة ممكن دي تبقى اللي وصلتك خلاص هم معدوش بدأ بالسبعة والثامنة والتاسعة والعشرة يبقى استكمال ما مضت ما فصلوهاش عن اللي فاتت فاعتبروا أنك انت البطولة شغالة بنفس اللاحة بتاعتك لكن جدول البطولة هيتعمل إزاي ونظام الأربع فرق مين هيلعب مين قالك هنعلن ده إن شاء الله في موعد لاحق هيتم اعلان كأس نظام البطولة بمشاركة الفرق الأربعة في مؤتمر صحفي هيعقد في شهر سبتمبر القادم إن شاء الله ده ما تم بمناسبة اتحاد الكورة اتحاد الكورة فيه دوشة جمدة جدا بكرة المفروض الأندية المتزمرة من نظام دور المحترفين دعية الجمعية عمومية غير عادية وبتهدد بسحب السقة من اتحاد الكورة ومن مجلس الإدارة الحقيقة راحوا للجنة الأولمبية عشان ياخدوا موافع على عقد الاجتماع اللجنة الأولمبية نقشت الطلب بتاعهم فشافت أنه هم مش على حق قانوني ليه لأنه أنت بتستند على أنت مش عايز دور المحترفين أو الأندية أربع أندية تضررت إيه حجيتهم يا أستاذ براي حجيتهم بيقولك الأندية أندية الشركات هي أموالها كتيرة فنهب حقنا فإحنا كأندية شعبية مش لقيهم فرصة ولو تلقى دور المحترفين حيروحوا فين أندية الشركات وهما اللي بيطلع هي الفكرة كلها مصلحة شخصية يا جماعة فين ما أنا عايزة أشوفها أنا مش أدري أفهم من الاحتجاج أنا سمعت مرة سمعت مرة الأستاذ الخضر إبراهيم ونادي دي كيرنس كان بيقود الليلة دي فبيقول إيه طب حددولنا الرعاة وحجم الأموال اللي هتدعموا بيها الفرق الشعبية وإحنا نوافق بكرة الصبح هو خلاف خلاف في شكل التنفيذ المادي مش على فكر الدور المحترفين طيب هقول لك على حاجة هو مبدايا اللجنة اللونبية فحصت الطلب فطلبت من اتحاد الكرة وارونا أنتوا أخترتوا الأندية بالنظام الجديد فشافت اللجنة اللونبية أن هذه الأندية أخترت يوم 2 أكتوبر اللي فات اللي فات قبل البطولة بشهر أنت أخترت 2 أكتوبر وبدأت تلعب 30 أكتوبر وحتاجت وحتاجت فبعد ما فشلت في التعامل لدور المحترفين وبعدين لقوا حاجة العشرين نادي يا جماعة باستثناء دي كيرنس لأسباب تانية العشرين نادي متمسكين بدور المحترفين وقالوا لو ما تنفذش هنود الاتحاد لا ونترس مش رفضه هو مين اللي محتاج الترسانة والأولمبي اللي ما صعدوش لدور المحترفين واستقطابوا معهم بعض الناس لأسباب أخرى اتحاد الكرة طلع بيان قالك يؤكد الاتحاد المصر الكرة القدم أنه وفق حرص الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل اتحاد المصر الخارجية على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوى بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة وهو مطلق عليه دور القسم الثاني ألف هذا المقترح الذي أرجعت الأندية تنفيذها عدة مرات مع مجالس إدارات وبيقول الاتحاد في بيانه بعد ما بيستعرض الموقف بيقول وبعد الفحص والطمحيص تبين وجود ما يلي ده على الطلبات اللي اتقدمت واحد أن عددا من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصر يعني فيه ناس مش أعضاء أصلا في الجمعية العمومية وحطي النفسهم عشان نكبر العدد ونوحي أن فيه أزمة وفيه مشكلة وهي دي المشكلة أنه الأندية العشرين باشموندس بقالها مركز قانوني هي دخلت مسابقة؟ هو أنا قدرت أفهم دلوقتي المشكلة أستاذ أبراحي طالما الاحتجاج مش جاي من الأندية العشرين وده منطقي لأننا نستغرب هم زعلين نين ليه؟ طيب هي جاي بس عشان برضو أنه احنا بننقش الرأي العام فاهم المشكلة جاي من نين لما أنت بتقول لي الترسانة والقلوم اللي هم أول أندية والقلومية مش في الأندية العشرين دول لأن كده ما عندهمش فرصة للتراقي للدور الممتاز خلاص عليك تصعد للمستوى ده الأول الأول تخش دور المحترفين يعني سنة جاءت تارجد بتاعهم أو هدفهم مش هيبقى محاولة التراقي إلى الممتاز هيبقى التراقي إلى دور المحترفين بالضبط أنا عادي أقول لو دور المحترفين ده يتعمل بقوة وتزعت مرشاته تعرف أنها هتعمل بالفكرة اللي أنت قلتها قبل كده اللي قلتها هو فاكر عامر حسينة إيش همعانا على الهوام من ييجي سنتين أنك تعمل يعني هم عشرين نادي فبيشتكوا أن عدد المحترفين هيبقى كتير قال لك العشرين نادي هيلعبوا الأول دور واحد يعني كل نادي هيلعب 19 مباراة وبعد الدور ده العشر الأوائي اللي لعبوا مع بعض والعشر اللي تحت اللعب مع بعض دور أول بس وده اللي يجب أن تعمل في الدور المتاز السنة الجاية شوف بصرف النظر عن أي مصالح تسوقية هي يعني تأزمين أنا بتكلم الحل لرحمة لعبتنا من الراق لصالح المنتخبات لصالح الأندية التي تشارك فيه معتركات إقليمية لصالح الكورة مصرية بشكل عام وانتظام المسابقات موسم محتاجين موسم نقلل فيه عدد أنديية الدور المنتاز ترصيخ دور المحترفين ونقدر بعد كده نقول أنه عندنا نظام كروي يمشي له بداية ونهاية ونستطيع أن نحاسب المسؤولين عن هذا الأمر طيب قال الاتحاد كمان في البيان بعد البند التاني قال لك قيام عدد من الأندية التي أرسلت تطالب بعقد الجماعية العمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء أو صحب طلبها الأول يعني فيه ناس رجعت في كلامها بعدما الصورة تضحت فيه ناس رجعت في كلامها وبعتت جوابات تنفي أو تلغي الطلب السابق لها بيقولك وفقا للأمر الذي ترتب عليه موجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تلزم الاتحاد بالدعوة الجمعية العمومية غير عادية وهي 31 نادي بنسبة 25% من أعضاء الجمعية تبقى للقاحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طلبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق دور المحترفين سبق لهم الموافقة على إقامة الدور بنظام الحالي يعني فيه ناس وفقت ورجعت رفضت ما هي وفقت؟ في الداية ما كنتش متخيلة عشان كده ده بيعكس أن الأمور يا جماعة ما فيهاش مصلحة عامة فيها مصالح شخصية كل نادي شاف مصلحته فين ولما الأمر تشرح وبدأت الناس تتبين أنه ما هو في الناس الناس اللي نفست وصرفت ملايين عشان تصعد لهذا المستوى لما تلغهولهم دلوقتي من حقهم هما اللي اشتكوا سيد إبراهيم دايما لأنه أنت بتلجأ في الجمعية العمومية للعدد حتى بالنسبة الدولة الممتازة ألف من اللي كان بيأخذ قرارات ونظام المسابقات أنديت الدور الدرجة الثانية والثالثة هما الأغلبية ما تقوليش أهل وزمالك شكرا فكرة الربطة خلتك أنت دلوقتي بقت 18 نادي وعندما يصبحه 16 نادي أو 14 نادي هتبقى أحسن حاجة للكرة مصرية نوصلها إزاي معروفة طريقة خلاص تحاد الكرة حيطبقها في دور المحترفين يقدر يطبقها فوق ولو أعرفت تدعم دور المحترفين أنت كده بتتكلم على 34 نادي لبقى 14 فوق و20 تحت ده أنت كده وسعت الخدمة لما تقاش وبقى الانفاق والرعاية والباس التلفزيوني فيه مصابقات قوية جدا صحية قال لك وبنان على ما سابق ده الاتحاد فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول أغسطس اللي هو بكرة يعني هو أمر مخالف للايحة النظام الأساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقة إضافة إلى عدم ورود اختارات تفويض لحضور الجمعية العمومية غير العادية طبقا لنص المادة رقم 26 من لايحة النظام الأساسي للاتحاد وعليه أصبحت الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية المزمع إنعقادها من خلال بعض الأندية أمرا غير قانوني لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لإنعقادها وفي النهاية يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصر لكرة القدم احترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأنه على تواصل دايم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة للوصول معا إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية وأن اتحاد الكرة سيظل دائما وآبدا مستقبلا لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وترحيب واحترام شوف أستاذ أفرعي لما تيجي تحل قضية الكرة في مصر ما تحلهاش على جزائيات يعني ما تروحش واخد جزء دام صلاح وانت بتصلح صلح الكل المنظومة كلها وراعي مصالح كل أعضاء الجمعية العمومية هتلاقي معاك يعني انت لما تيجي تقول للمجموعة اللي رابضة اللي هي تحت دور المحترفين أنا بحط لكم نظام انتوا كمان للتطور وخلال سنة أو اتنين هتبقوا أندية عندكم موارد وعندكم القوة اللازمة اللي تسمح لكم بالمنافسة والصعود للدور الممتاز هتريحهم بس تكون رايحلهم بمشروع قابل التنفيذ وانا شايف ان الكورة في مصر اصبحت كالخبز بالنسبة للمواطن المصري لانه نشاط ترويحي وتنفيسي ورياضي وصحي والملاعب عما لا تنشأ استاذ براهيم وحاجم الناس اللي بتعمل ملاعب واكاديميات خاصة بقت محتاجة انها يتبص عليها لان فيها تجارة وبيزنس مرعب فيه ناس بتبيع قرط أرض عشان عالة تلعب كورة عشان الناس بتقولون كده هواديك الحتة الفلانية او صفارة فيه متجرة جامدة اوي محتاج بوصل بقى للعملية دي بالطريقة دي ووسع وخلي الامبريلا او المظلة بتاعتك تكبر لدرجة تشمل الكورة المصرية في القرى والنجوح هنا انت تبقى اتحاد كورة ما حصلش وحتشوف انعكاز ده على الكورة المصرية والمستوى العام او استاذ براهيم واكتشاف المواهب ستوزل في خلال خمس سنين من اللي ممكن يحصل لكورة المصرية لو اتطبق اذا كلام ده كلام مهم جدا لكن مع هذا تخيلوا الاهل فيه غسيل اموال حضية مهمة بعد الفاصل اهلا بحضراتكم جديد كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكرة دور العشرين او دور المحترفين وقد ايه هيكون موازن للدور الممتاز وحيمثل رئة تانية للقرى المصرية رئة كبيرة كمان احنا بنتكلم على عشرين نادي في مسابقة واحدة هيبقالها رعاة وحيبقالها بس التلفزيون وهيبقى تحليلات وستوديو تحليل والمنتخب يبص عليهم وهتلاقي ناس منهم دوليين خلاص ما اصبحش كل من هو دون الدور الممتاز ده في الظل او في المجاهيل لا بقرة الاهتمام التسعت ورقعة الاختيار للمنتخبات الوطنية بقت اوسع فبالتالي بقى عندك بطلتين على قد ما تقدر تقوي في دور المحترفين شوية بشوية هيبقى موازي بنسبة كبيرة للدور الممتاز هيقل عنه شوية لكنه مش هيبقى عنه كتير وده اللي معمول في كل دول العالم علشان كده اعتقد جالنا كمان تفسير مهمة باش مهندس الناس اللي تحت دور المحترفين ده ده التفسير اللي تبتقولولي ده بيرد على تساؤلي ما هو اصلا قندية اللي تحت دور المحترفين كده معداش فرصة للترقي فانت بتضيع فرصيتهم قول بقى التفسير الجميل ده كانوا هيقولك ايه هما احنا كان خلاص بنا وبين الدور الممتاز فارقة كعب انت خلقته بطولة في النص خلت فرقة الكعب ده ماشي سنين قالك لا الحقيقة يلي اتحرمته من الممتاز الفرصة لسه قدامكم دور العشرين يا جماعة او دور المحترفين الاول والتاني السنة الجاية هيصعدوا دور ممتاز مباشرة التالت هتعمل معه دورة ربعية مع التلاتة اوائل المسابقة اللي تحت منه اللي هما القسم التاني بقى يعني اللي هما كانوا فاكرين لسه هيترقوا درجة كمان للدور المحترفين عشان يروحوا الدور الممتاز لا بشكل استثناء الموسم اللي جاي عندهم هذه الفرصة انه يتاخد التلاتة الاوائل من القسم التاني مع الفريق التالت من دور العشرين يعملوا دورة ربعية الاول بتاعها هيطلع للدور الممتاز انت عارف دي اوستاذ ابراهيم انا منهم اقبلها فورا ليه ايوة الاندية اللي تحت المحترفين مش هتنافس اندية المال رفع ليك فالتلاتة عنده فرصة يكون اول او تاني او تالت التلاتة اللي حيبقوا فوق ربما كانت فرصهم ضعيفة جدا في التراقب النظام القديم ايوة لكن دلوقتي هتبقى فرصهم موجودة كل واحد فيه عنده 25% التالت معهم هم التلاتة ايوة في دورة ربعية يستطيع اي واحد منهم هو اللي ترقى ايوة فاعتقد ان دي بتجاب على تساؤلي مصلحتهم ايه في قبول النظام هي دي بقى دا كان كلام مهم جدا تبكير سليم جدا جدا الحقيقة بنحيي بنحيي الكابتن عمر حسين وربطة الاندية لان انا معلوماتي انه حتى الربطة مد ايديها بالمعاونة لأفكار دور المحترفين مع وضع في الاعتبار ان دور المحترفين دا بمجرد ما العربية بتاعته هتستقر في الطريق والعجلة هتمشي هيبقى عندهم فرصة بعد كده يشكلوا ربطة تدير شؤونهم توزع حقوقهم تبيع حقوقهم وتبدأ تعمل رعاية وتبدأ تجيب تعاقدات اعلانية والبس التلفزيوني من خلال ربطة تديرهم لاحقة بس حاليا هي خبرة اتحاد الكورة وخبرة ربطة الاندية المحترفة هي اللي بتندهم بالدعم اللائحي وبالنظام اللي موجود نتمنى ان دا يكمل لانه انا زي ما قلتلكوا العركة اللي شغالة دي عركة على مصالح شخصية لو الناس قفلت عنها الخاصة شوية وبسط للمصلحة العامة لا دي فرصة لتطوير الكورة المصرية ومسابقاتها انا بحي مجلس جمال علام اللي هو قدر يقود للعملية في صدره لانه انا كنت بتابع كتير كل الاتحادات اللي فاتت من ايام اللي هو حرب وكابتن سامير زهر الله ارحمه وهنا بوريدة محدش فيهم جرء يدخل العش ده ليه لانه كان باستمرار مصالح الاندية وتعمل تكتلات وتعمل مشاكل على استاذ ابراهيم على الله يكمل جمال علام للاخر انت بتقول مصالح الاندية اه تعارف لو فكرت شوية والاندية اللي بتعتقد ان دي مصالحها هتكتشف ان لا دي دي مش مصالح هي كانت مصالحنا تاخد اعانة ديئة جدا ودي مصالحة هيفة اوي بالنسبة للمصالحة الحقيقية احنا اشكالنا في حياتنا احنا صعب بقى ونقبل التغيير كلنا اي يعني تعالي طلع واحد من حي ودي حي تاني ما سيبش بيتي وما سيبش عتتي وما سيبش هذا الاستقرار المبني على شخصية الفلاح المصري اللي قاعد جنب الشدوف وجنب الساقية قريب من نير هي الاف السنين هو دي حياته يستقر جنب الارض وبيجيله المياه بسهولة وبيزرع وبيأكل من خير الارض ومن خير الفراخ ومن خير ومش عايز تحرك ويعصل بيه الأمر دلوقتي انه لا لقى البيض ولا لقى الفراخ ولا لقى ال بيأكل الملوخية يشتريها من السوق وبيأكل ما بيكونش من أرضه نهاردة فلاح ما بيكونش من أرضه وهنا الأزمة الحقيقية فانت انت لازم توصل انك انت تلغي حتة عدم قبول التغيير جرب لان عدم قبول التغيير ده جمود والتطور محتاج حركة ومحتاج أفكار كمان قلت حاجة مهمة بشوهندس بس مش حاجة واحدة ما عرفش انت بتلقطها زي الحاجة اللي أنا بقول لدي لا الحاجة المهمة اللي قال أرمان سعد وانا بقول له ان هم معترضين على انه سطوة أنديت الشركات والهيات قالك طب هو الغاء المسابقة دي هيلغى أنديت الهيات والشركات يعني 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 لو ما جمعناش الناس دول في دوره محترفين ما هم نريدهم عنكو وعندوكو فرصة ما هم أنديت الهيات والشركات طبعا هي موجودة في الدور الممتاز الأندية الخاصة لرجال للعمل ما هي موجودة في الدور الممتاز هو موجودة في الدرجة الموجودة في كل الدرجات يعني يعني في النهاية ده دوري محترفين بعادهم عنهم مش هتلاقي مش هتلاقي مش هتلاقي أنديها محترفة في الدرجة التالت اللي واحد ولا اثنين بالضبط فأنت مش مش ده الدفوع المنطقية والقانونية اللي تخليهك نهيج على انه اي حاجة يجب بها متى اعلنت هذه الاندية من قبل ادارة المسابقات بمعادة جدول ونظامه اذا كان عامل حسين اخطر هذه الاندية في وقت متأخر بعد بداية الموسم يبقى غلطان مية في المية والناس دي كلامها صح اما اذا كان الناس دي عندها جوابات بتاريخ 2 اكتوبر يشرح النظام الكامل وكله وافق عليه وكل تنافس على طريقته لا يبقى احنا بنهرج لما نرجع في الكلام تاني لمجرد ان الاندية قديرة لا لانه ملاش نفسه في الحزبة فخلاص انت قبلتك وتمصنك هتكون في ال فاتمنى انه وعشان كده اللجنة الولمبية اعتقد الورقة اللي كانت فاصلة في الموضوع انتو اخترتوا امتى في مراكز قانونية دلوقتي وحقوق ومصالح ترتب على هذا النظام فمش هيملك حد انه يرجع فيه وإلا يتفضل يروح به للمحكمة يقول له انا صرفت كم مليون على نظام مسابقة بناء على الاخترار اللي جاني من الاتحاد لما الاتحاد يرجع فيها عوضني بقى لو فكرنا بيدوه حنكتشف ان حتى الاندية المعترضة عندها فرصة انه توصل للدورة المنتزمة خلال هذا النظام السنة الجاية من خلال المركز التالت حيخش دورة ربعية معاه يبقى الثلاثة اوائل المجموعات عندكم فرصة ده فرصتهم زادت مكانش هيكونوا موجودين في الفرصة دي صحيح ده كان كلام مهم جدا في هذه الاطلالة لكن تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله غسيل اموال في الاهل فجأة تعمل هاشتاج صفقات الخطيب غسيل اموال ويبدأ بقى ايه النفخ والدفع وكأن الاهل امره مش معلن يطلع حد يقولك هو الاهل بيجيب فلوس منه للصفقات دي فلا يفتأ ورئيس شركة الاهل نفسه موجود الاهل بيجيب الفلوس منه المشهد اللي انت ابتدت به الراعي للتعليم الجديد قيمة الرعاية بتاعتك قيمتك التسوقية المشهد اللي بعده هو انت تسوق لفروع النادي الاهلي وطريقة الاشتراك ده المدخل الجديد حركة خروج ودخول اللعيبة البطولات وجوائزها البطولات وجوائزها مادرس عايز اقول عشان كان برضو فيه ناس عمالة تقولك انت عمالك تسرف الماليين دي كلها تم انا بداخل ماليين مثلا لكن هو مش عايز يشوف الصهوة لو شاف هيتخض هو خايف نقش بموضوعية لا يصدق ولو صدق هينكمش وانتهي لان هيعيش ازاي من غير ما دور المظلوم هو دور المظلوم اوجده على الساحة وبرر له كل الاخفاقات التي تحدث ولكن ان هو يعمل ما بنشوفش شغل احنا عايزين الناس كلها تنجح احنا عايزين يا عم احنا بنقولك احنا بنعمل كده اعمل كده خد هذا النموذج وتحرك به او ما تتحركش انتحر انتحر بقى هو النادي الاهلي من اول نادي عمل اعلان على الفانهلا النادي الاهلي الاندية كلها بتعمل اعلانات على الفانهلا بس بجمود الاعلانات على اسوار الاندية ما تعملوا افكار التسويق كديرا يا شيدي اشتغل اينما انتم يعني استمرأتم الشكوى وان حد يديكم وانا دايما اقول اعطي السائل شبكة ولا تعطيه سمكة السمكة عاكولة جيلك تاني يقولك في سمكة بتاعت النارد يا عم خد روح استاد استاد مية استاد مية او ما تستادش موت مجوع انت حر معك شبكتك انا ديتك وسيلة انك انت تقدر تجد قوة يومك استغلها اه اندية قليلة التي بدأت تعي هذا الامر وادرة يعني انا موصوط جدا من نادي التحسك انداني موصوط جدا من نادي سموح موصوط جدا من اندية اخرى مش قادر اخش في في الكور بتاعه في قلب الادارة عن دول لكن شايف في اندية عارفة تصرف امورها مالية ايه عارفة انا ما باحصرش يا جماعة عشان ما تقولش ونادي كذا ونادي كذا مؤكد انا لو عايز احصر حاعد ادرس اوضاع الاندية واقولك مين الاندية طبعا الاندية اللي هي بتمثلها شركة بتمثل شركات او يعني مثلا ايه تقول سيراميكا كيلوباتر ما هي بنت مؤسسة لشركة كبيرة عملاقة احنا مش كنا في في اليابان وشوفنا النافق اللي مكتوب عليه اهداء من سيراميكا كيلوباتر وعلينا اكتشف ان اكبر مستورد للسيراميك في العالم اليابان من مصر من كيلوباتر اهداء يعني اذا دي شركة مستقرة عملت فريق كورة يخدم عليها رائع هو ده شركة تانية ممكن بقى ايه بقى ده ما تعمل فريق كورة تروح تستحوز على او تعمل مرياج زي ما بقولوا تزاوج مع فريق شعبي ومحتاج دعم هتلاقي هتلاقي الاسماعيل وحتلقي المحلة وحتلقي الاتحاد وحتلقي اندية شعبية محتاجة منصورة وحتلقي هتلاقي اندية شعبية كتير محتاجة هذه العلاقة ووفر على نفسك سنوات محاولة الصعود لو استطعنا نفكر صح وعملنا العلاقات صح وصدقنا ان احنا لازم نجرب افكار جديدة هنقدر نحل المشاكل كتير جدا لكورة مصرية ايستاذ المهار طيب رسيل الاموال في الاهل المهار سعدلي قال لكم جانب كتير من روافد الاموال في النادي الاهل بتيجي الزعي نادي عنده اربع فروع بكل ما في العضويات من عوائدها نادي بحق استجلاب العضويات كمان استجلابها واشتراكاتها نادي فيه هذا العدد الكبير جدا من الرعاة اللي مازالوا كل يوم بيزدادوا نادي القيمة السوقية بتاعت فريق الكورة فيه هي الاعلى في افريقيا وديكم شوفت اربع وثلاثين وكسر مليون يورو لقيمة القيمة السوقية لفريق الاهل لكورة القدم فقط وديكم شايفين حجم البطولات اللي الاهل بيشارك فيها وعوائدها وجوائزها ومع هذا كان الكابتن صالح سليم الله يرحمه من فرط حرصه وحساسيته على سمعة الاهل وصورته يقول لك اي عضو عنده اي ملاحظة على الاداء المالي للنادي الاهل يتفضل يروح النيابة واكتر من مرة كان في الندوات يقول كده روحي عم اشتكيني في النيابة خلي النيابة المختصة هي اللي تيجي تحقق معايا تشوفني انا فعلا غلطان ولا انا محافظة على النادي موجوز ان انا عندي اخطاء فتساعدني على تصلحها او على اكتشافها لكن القاء الاتهامات جزافا دي مسألة يعني اولا مغرضة جدا جدا وسيئة جدا ليه ما ظنش ان فيه نادي في مصر الموقف المالي بتاعه اوضح من النادي الاهلي وما ظنش ان فيه شفافية في الاعلان على الموقف المالي مع كل ميزانية مع كل جمعية عمومية زي النادي الاهلي فيه انديها جماعة بقالها سنين ما عملتش ميزانية فيه انديها كتير الموقف المالي بتاعها بيعتمدها يئم الوزارة وفي الاخر ما بتعتمدهاش وبتبعتها للجهاز المركزي يسجل عليها ملاحظات ومحدش بينفس حاجة فيه انديها منافسة كده الموقف المالي بتاعها متراكم بقول لكم يا صعب جدا ان انت تبص فيه وتلاقي اللي في الحجز والمحجوز عليه والمحجوز منه واللي محجوز فيه حاجات كتير قوي النادي الاهلي الموقف المالي بتاعه اظنه الاوضح في مصر والمنطقة العربية ميزانية واضحة جدا وفرقة الكرة واضحة جدا وعوقيتها ونظامها واضح جدا بكل شفافية باشموندس هو احنا مين اللي عمل ينادي بتطبيق الشفافية المالية وسلامها المالية والاتعاد الدول ينادي بايه مش عملين نقول النظاف المالية بس شفافية المالية من ان تأتي اموال تعالى طبع على المعايير الدولي وقلتلك وطبع الكل وقلتلك اه ان كرة القدم مادة خصبة لغسيل الاموال والمراهنات والباب السري لتهريب الاموال مش قلتلك اذا الكلام ايه والاهلي هو الذي ينادي ما اتطبقوا ما اتهتوا الاناه ياللي بتتهمني اه 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 انهم ناس يعني صدقنا انهم محترفين وفاهمين يعني ايه احتراف وتسويق واحترمنا كلامهم كتير وليهم كلمة دلوقتي في ناديهم اقف معايا تعالى انا وانت لو تجرؤ لو تجرؤ تاني لو تجرؤ تالت تعالى معايا وروح للنادي الالي يقول له عايزين انا وانت نفتح وراءنا لا عايزين نضغط على الاتحاد لتطبيق السلام المالي ياريت مش هياخد رخصة المشاركة في افريقيا عرفت ليه بتتأجل كل سنة لانه هو وضعه المالي مضطرب مش مضطرب لانه ما عندوش داخل لانه عندو مشاكل ادارية بيزقاب العصائي ما بيحلهاش فبتتراكم انت الاتحاد مساعد على هذا يعني كان فيه حد اعمال يتكلم وفلوس الحكام فلوس حكام ايه هو الاتحاد النهاردة لو خاد الاموال اللي ليه عند الاندية زي ما كان عايز يعمل هو كان لازم ينشف ويجمد كده ويطبق النظام ده وبعدين يوصل ايه يعني انت سمحت بقيد لعيبة لم تلعب معنا ديه في الاخر كنحة فان ايه اذا انت خسرت الوقت اللي كان ممكن جدا تطبق فيه نظام النهاردة كنت تقدر كاتحاد تحل كل مشاكلك المالية ايه هتعمل كده دلوقتي هتطبق نظام الشفافية المالية هتطبق نظام المالي السليم وهو نظام المالي السليم دي مش جملة ايه دي بتقولك ايه لن نسمح لك بالانفاق اكتر من طقتك ايه يعني انت ما تحطش على نفسك انتزامات مالية مش مغطيها بمزانيتك ومزانيتك لن تقول لنا مصدرها ايه طيب انا قلتلكم النادي الاهلي من فرط حساسية الكابتن صالح الله يرحمه على سمعة النادي كان دايما بيقولك اتفضل روح اشتكيني في النيابة كابتن محمود الخطيب مرس دي عمليا هو رخر لما زاد اللغط والكلام الفارغ بتاع الناس اياهم بعت للسيد وزير الشباب والرياضة انا زاك المهندس خالد عب عزيز خطابة جماعة الكل فاكره بص انا انا كنادي قال مش هنتظر ان انا لاجئ جاء الادارية تيجي تفاجئني بالتفتيش دانا اللي بطلوبها تيجي تفتش بصوا الحرص وحساسية الحرص على سمعة النادي وشفافية الموقف المالي يبتوع الهاشتاجات النادي الالي بعت وقتها دا امتى يا جماعة سبعة وعشرين خمسة الفين وطمنتاشر في الدورة الاولى بتاعت مجلس إدارة الكابت الخطيب السيد المهندس خالد عب عزيز وزير الشباب والرياضة تحية طيبة وبعد برجاء التفضل بتشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الاموال التي تبرع بها السيد توركي قال الشيخ للنادي والتأكيد على ان تلك الاموال دخلت الحسابات البنكية للنادي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس إدارة تم صرفها في كذا وتفضلوا بقبول وفر الاحترام رئيس مجلس الإدارة الكابت المحمود الخطيب طيب المهندس خالد عب عزيز الوقت ما أسعفهش انه يبعت لجنة تعمل تفتيش مالي وإدارة عن نادي الاهلي لكن تمكن الاهلي من طلب الامر من المهندس او من الدكتور اشرف صبحي لاحقا انه يبعت يقول له ارجوك يبعت لنا لجنة تفتيش مالي وإدارة على كل الموقف المالي للنادي اتشكلت لجنة من قبل النيابة الاموال العامة وجردت النادي الاهلي كاملا ورجعت الموقف المالي للاهلي كاملا فدت شهادة إبراء زمة تاريخية لسمعة مجلس إدارة النادي الاهلي ونزاهة النادي الاهلي وقال النائب العام في الشهادة اللي حضراتكم هتشوفوا انه لا ثمت عدوان على المال العام في النادي الاهلي بصوا شهادة من مكتب النائب العام انه بعد التشكيل لجنة كذا وكذا وعملت كذا في كل اموال النادي ثبت انه لا عدوان على المال العام في النادي الاهلي ما اعتقدش انه في حد مارس هذا القدر من الشفافية والحرص على سمعة النادي واسم النادي وقيمة النادي اكتر مما فعل النادي الاهلي بمكتبات رسمية من قبل الجهات الرسمية اللي وضعت النقاط على الحروف فلما تيجي تطلعلي هاشتاج اقولك لا الهاشتاج يكون زي ما المهندس عدد قال تعال انا وانت نكشف ورقنا تعال كل نادي يطالب المعايير والسلام والشفافية طبق المعايير الدولية انه كل واحد يكشف اوراقه المالية بشكل واضح وصريح قبل بداية الموسم الجديد واللي يثبت انه لا يملك سلامة مالية ما يشاركش في المسابقة على فكرة ما ينفعش يشارك في الدورة حتى مش الرخصة خاصة بافريقيا انت لو ما قدرتش تقدم الموقف المال الصحيح ليك وان حجم الايراد بتاعك هيزيد عن حجم الانفاق انت ما ينفعش تلعب في المسابقة ده يا أستاذ فرين تتدرج العقوبة من منعك من التعاقد ها الى درجة انه ممكن ان دي بتنزل درجات اقل وشوفنا دي مارسيليا وشوفنا اليوفي اليوفي دلوقتي ايه بيحصلوا نتيجة برضه العبت مش عارف يبرر مال كتيرة اي يعني ظروف مالية عنده فيها مشاكل يعني نتمنى ان الكلام ده يكون واضح وصحيح لانه رجم الاندية ورجم سمعة الاندية والشرفاء كده بالباطل ده كلام يدايق جدا لكن بس قبل ما تخرج اه لان الحقيقة انا كنت بقولك ايه الجمال بتاع البرومو بتاع رضا سليم برومو غير تقليدي صحيح فيه جمال مصر وفيه قيمة انك تخدم على الوجهة يعني ده حيتعرض في المغرب يعني في نطاق كبير جدا وفي الدول الشقيقة وفي افريقيا حيشوفوا جمال مصر هذه خدمة خدمة وانا اراها دايما اقول وانت بتعمل فيلم اظهر جمال مصر هي دي الترويج السياحي السليم اظهر والصخافي هو ده دور النادي الاهلي وانا كنت بقول مين صاحب الفكر ده المركز الاعلامي في النادي بس كده لانا نشكر بقى هنا شكرا للمركز الاعلامي في النادي برئاسة لصديق جمال جابر وكل من شارك وكل من شارك وساهم في ابداع هذا الفيديو في تقديم رضا سليم بهذا الشكل وطول منتو وكل من يعمل في النادي الاهلي بيفكر بهذا الابتكار مسؤوليتنا واجب علينا ان نحييه وان نبرز دوره ده كان كلام مهم جدا ولكن يبقى الكثير ب بعض متلسانه ميدو بين التثريب والتسريب التثريب الاولى بالساء لا تثريب اليوم عليكم او عليكم اليوم يعني لا لوم ولا عكاب ولا خوف منكم فبالتالي اعتقد والتسريب التاني بالسين اللي انتو شفتوه او تبعتوه على السوشيال ميديا تسريبات صوتية لأحمد حسام ميدو يتدخل في سريان مفاوضات الاهلي مع رضا سليم النجم اللي وقع واللي انتو شفتو الفيديو الرائع بتاعه وكلام للوكيل بتاعه او لمحد من الوكيل قريب الوكيل بتاعه اللي عرقلت الصفقة في تجاه النادي الاهلي ومحاولت انه يخدها للزمالة على فكرة نقطتين ثلاثة مهمين النقطة الاولى انه ميدو يخدم نديدي مسألة طبيعية جدا ومعاه كل الحق فيها النقطة التانية انه يحاول يخطف صفقة من النادي الاهلي ده امر مشروع وطبيعي جدا مدام الامر وفقا لأليات التفاوض في فترة معينة انت عايز تسبت له او تدي له مزايا لنادي الزمالك وتسوق لللاعب فكرة وقيمة نادي الزمالك دي ابجديات من حقه فيها النمل اللي مش من حقه لا هو ولا غيره ان انت وانت بتفاوض لعب تسيل للنادي الاهلي وتشوه النادي الاهلي وتسيل لجماهير النادي الاهلي والتسريب حاصل بعضمة اللسان ايا كان طريقة التسريب ايه سبب التسريب المقاطع الصوتية جات منين كل الكلام ده مفيش خلاف على الطريقة بتاعتها حتى وان كان ميدو اعترف وقالك دي كانت بتاريخ 18-6 وقت ما لقيت اللاعب قبل ما يجدد عقده مع الجيش الملكي فكان في فرصة ان انا اجيبه ترانسفير ماركت لكن اول ما مضى للجيش الملكي عرفت ان احنا برا الصورة لانه ما عندناش فلوس نشتريه لا الكلام كان واضح جدا انه العركة مع الاهلي والمجهود ان انت تبعده عن طريق النادي الاهلي والسبق بينك وبين النادي الاهلي لانه الحقيقة ما ترشح من تسريبات بيقوله انت حتكون قالك اه في الزمالك هنديك ضعف راتبك مع الاهلي ده طبيعي هتكون نجم الشباك الاول مش مجرد موظف ضمن موظفين كتير في الاهلي احنا هنتجيك فرصة تمارس كل شيء عكسها ايه انك بتشتكي من كل شيء عكسها بيقوله احنا هنديك فرصة للتقلق والابداع ده الزمالك مدرسة الفنانين المبدعين بيقوله احنا اه ما بنفسش بالبطلات زي النادي الاهلي لكن احنا بنمتع و بنبدع و بنعمل لعيبة اساطير بيقوله في الزمالك هتلاقي جمهور زواق بيستمتع بكورة القدم و بيتزوقها قبل الانتصارات في الاهلي لن تجد سوى جمهور جاهل بكل شيء ولا يهمه الا الانتصارات والبطلات اذا فوزت هتكون زي كتير يمدحوهم و اين خسرت هتجد العتاب من كل جانب باليوم التالي الفوزك ببطولة هتلاقيهم يسبوك و يطعنون فيك غير انك ستصدم بمفهوم الشلالية التي اللي بلى المطيعون اللي فيها المطيعون مش الاكفاء هم في الاهلي شلال موظفين بيقراهوا الاكفاء لذلك لن تجد بينهم لعب محبوب او مؤثر في منتخب مصر بقوله بصوا في الزمالك رغم ان احنا بنقدم اسوى مستوياتنا الايام دي وبعد عن البطلات لكن عندنا احمد سيد زيزو افضل لعب في خط هجوم مصر وبتحصروا كل العرض والاغراءات ولو بصت على المنتخب هتلاقي اهم لعب في منتخب مصر بعد محمد صلاح بقوله في نص الملعب على سبيل المثال ظهر عندنا امام عشور كان افضل لعب في مصر بس بسبب فلسفة الزمالك القائمة على الابداع الفردي امام رحل للاهلي اللي يتحول لموظف ويموت زي كتير قبل منه والايام بيننا بقوله بصوا في خط الدفاع نقف حتة حتة عند الكلام اللي بيقوله لأساد مأميده بيناقض نفسه في كل كلمة قالها الرضا اه وده المدهش هو قناعاته اللي بيعلنها على لسانه ويقولك شوفوا الأهلي ومش عيب ان احنا نعمل ذا عشان ننجح يوم يتهم جمهور الأهلي اللي هو 80% من جمهور مصر هذا الشعب انه جاهل قال ايه عايز يكسب مش يتمتع هو انت بتشجع بوحورة البجعة انت تشجع كورة ما هو انت هتفهمني ان انت صاحب حس المرهب اللي بيسمع تشايكوفسكي وموزارت وشهر زاد وانا باسمع عن مهرجانات يعني ايه 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 الفكرة اللي معايشين نفسوكم فيها انه جمهورنا يعني وانتو جمهوركو دي مواطنين مصرين يا ابني في شارعه في بيت واحد اه دول في بيت واحد فانت اللي جوء للكلام ده انت لما تقوله الحد بيتحك ايه مش مهم ان انت تقوله اه انت مصدق انت حر لكن ما حدش مصدقه غيرك وانت مش مصدقه لانك ساعة الحقيقة بتقولهم مش عايب نعمل زي النادي الاهل حتجيبه حنجيبه لك دلوقت بيقولهم احنا عندنا افضل لعيب في مصر الزهير احمد فتوح ده اهم ظهير في مصر حاليا اهل مستعد دلوقتي يخطفوا بمئة مليون بيقوله اسأل نفسك لماذا تقالك كل هؤلاء واصبحوا الافضل في مصر رغم النتاج السيئة لان هناك مؤامرات حربت الزمالكو هددت استقراره اللي خد فيها سنتين دوري وكاس بيقوله الان انا بتواصل مع مسؤولين كبار دميدو بيقول للراجل على فكرة هو اعترف قالك ده مش وكيل ريدا سليم ده عديله وبيوصل الرسالة لريدا سليم عن طريق عديل وكيله فبعدته المقاطع الصوتية دي او الرسائل اللي مبعوطة واللي اتسربت بالطريقة او باخرى ومالت السوشيال ميديا قال له الان انا بتواصل مع مسؤولين كبار وبقولك بكل ثقة الزمالك قادم بقوة وهو المكان الانسب لنجاحك وتقلقك فاوعد فوت الفرصة كلم جميل الزمال القادم بقوة حقه اوعد فوت الفرصة حقه انا احسن واحد في الكون حقه بس كل مقالة على النادي الاني لا دا رأيه ولا دي قناعته ولا دي الحقيقة عايز تعرف رأيه في الاهل ايه اسمعنا بقى نسمع ميده بعضمة لسانه قبل ما يرتبط بالملف بتاع الزمالك كان رأيه الاعلامي المجرد في الاهل ايه نسمعه ليه النادي الاهلي قوي ليه النادي الاهلي قوي وانا دايما بشيد بقوة النادي الاهلي قوة النادي الاهلي في انه حاطت خطوط حمرة للمكان وللكيان وكل الاحترام لأولاد النادي الاهلي ان دايما في الاوقات الصعبة هتليهم بينسوا خلافاتهم ويقفوا مع بعض ولو تفتكروا فعز الخلافات اللي كانت موجودة ما بين المهندس محمود طهر وما بين الحزب المعارض اللي كان برا النادي وقتها الا لما الكابتن طهراء بوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق وطبعا كابتننا الكبير كابتن طهراء بوزيد اتحرك في بعض الملفات نسيوا الخلافات ووقفوا كلهم ايد واحدة حطوا قدهم في قدهم بعض ورصخوا فكرة ان الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع مش ان الاهلي فوق حد برا النادي الاهلي ولكن معناها الحقيقي اللي قاله الكابتن صالح سليم وهو اول من خرج بهذا الشعار انه كان يقصد ان وقت الصعوبات ووقت الشدة الاهلي فوق الجميع جوه النادي ودي واحدة من اهم مبادئ النادي النادي الاهلي انا بكلمكم في كلام ممكن يكون مفيش ناس اشياء تتكلم فيه دي واحدة من مبادئ النادي الاهلي الكيان المؤسسي اللي فيه خطوط حمرة وكل حد لا دا هو له كلام في التفاوغ الكرة تحديدا اسباب ايه وعملوا زي النادي الاهلي نظامه مفيش او جزء منها انه مفيش حد اقوى من النادي ولا من الفريق ولا وانه مش بيشتغل دا هو قال ان الاهلي يعني بيقولك شلالية دا بيقولك دعيب اي حد برا ان الشلالية بتحكمه وتعلمه الاهلي طب فينش الاهلي هنا لما لقى لي فوق جميع مصالح ابناؤه فوق جميع مصالح ابناؤه فينش الاهلي فينش الاهلي دا يبقى مصلحة النادي اهم من كل وان اولاده ساعة الجد كلهم يتكادفوا فينش الاهلي ايه لا فيه حاجات تانية لما لما كان بيتحدث فيه انا لو انا يعني كنت عارف ان دا اللي حيناقش انا كنت جبت لك نمازج ويتحدث عن نزمة قوة فريق ورطة القدم في النادي الاهلي لكن قوة فريق النادي الاهلي الحياة ما لقوش فيها حاجة فودوها للعفريد استنى لا بس ان عايز ان نخش بس شوية كلام بقى قبل العفريد اه سنعطيك ضعف رطبك في النادي الاهلي على اساس النادي الاهلي فيه غسيل اموال ها وهم غسيل الصحون بيجيب لهم ضعف الرواتب عندهم الاموال اللي تدفع ضعف فيما يدفعوا الاهلي صاحب غسيل الاموال اه لانه بيع السبح بيكاسب اولي من دول طيب مش هتبقى مجرد موظف في النادي الاهلي لكن هتروح وتستمتع وتروح الجمهور بيستمتع وبطولات ايه بتاع ايه يا راجل تعالى في المتعة تعالى نتفرج في مسرح البلون ده اه في مسرح البلون نتفرج على بحرة البجعة اه ازاي انت بتخنع نفسك بالكلام ده وانت لما تقول كده الراجل ده حا يعني حا انت متخيل وهو بيسمعك بيعمل ايه بيغمز لكم واحد جنبه وانه شوف الراجل بيقول ايه انت حتروح لنادي بطولات تعمل ايه وبعدين اتقلق وابداع وبنعمل عندين اه نادي زمالك نادي كبير وعنده لعيبة بتتفوق لكن زيزه اهم لعيب بعد محمد صلاح المنتخب مصر بعدد المطشط الدولية يعني الابا هو والاهلي مش مؤثر مع منتخب مصر ده على اساس ما هو الاصل برضه لما يعني المفروض الناس كلها متابعة والعالم كله عارف وانتو شفتوا الراجل النايبي ناصر الديني النايبي مدرب الجيش الملكي وهو بيقول لردى سليم ده انت رايح اكبر نادي في افريقيا رايح نادي بطولات بجد رايح تلعب مع لعيبة مستويات عالية رايح تلعب مع مدرب كبير لازم ان تكون متواضع في تقبل النصايح والتعليمات بتاعت النادي الجديد بتاعك لانك رايح مكان مختلف معه جمهور مختلف خدوا بالكم ابجديات النادي الاهلي ومكوناته معروفة لكل المنطقة العربية ولو كان في وقت كنا هنسمعكم كلام هايل جدا من اشقاء عرب وخبراء كرة عرب واعلاميين عرب عن رؤيتهم للنادي الاهلي لكن انه دلوقتي يتقال على النادي الاهلي انه لا ده اللي ما بيفرقش مع اللعيبة على اساس ان مروان عطية مراحش منتخب مصر بعد كم مباراة مع النادي الاهلي ولحمد فتحي بقى واحد من اهم لعيبه منتخب مصر في نص الملعب بعد النادي الاهلي ولقال يوديانج قفزت القيمة السوقية بتاعته الى هذا الحد الاعلى ولا خد بقى بي ولا محمد الشناوي ده انت احسن لاعب في افريقيا حارس مرمانا يعني اللي ما بيلعبش برجله حارس مرمان قال محمد الشناوي السنة اللي فاتت احسن لاعب في افريقيا ولا على اساس ان محمد هاني مش ظهير المنتخب ونور الديني النايب الرجل التونسي وهو بيقول لريدا سليم قال له خد بالك النادي الاهلي عمل من علي معلول اسطورة القرى التونسية وعالم علول اصبح لعب مهم جدا في مصيرة المنتخب التونسي بفضل النادي الاهلي ودور النادي الاهلي معاه هو ده النادي الاهلي وده دوره على النادي الاهلي اعتقد ده كلام شف though زيما انت قلت اتكلم عن ذيك زيما انت عايز بس مش من حققات انك تنال بهذا الاسلوب يعني اللي كله مغلطات انت نفسك مش مصدقها وبتقول عكسها في العلن ده مش من حق لكن كمان موضوع التسريبات تعرف التسريبات ده لو قاعد فوص صحابه بيتكلم انت حر لكن انك انت رايح تشوه الاهلي امام المجتمع الكروي الخارجي في صفقة يسعى اليها انا كان ممكن اعاتب لو دي قاعدة بينه بنصحابه اقول لهم ليه بتبعته الكلام الخاص والاعدات الخاصة والتسريبات انا ضدها بشكل عام لكن لما تكون بتنال من النادي الاهلي لا انا اه لا لا الحمد لله ان احنا بنكتشف ما يحاك ضدنا في الخفاء اه لانه ما لا يعلن الله اعلم به لانه كل بقى الضرب واللجان اللي بتشتغل البرنامج اللي زعب تونس لما قال لك جاءاني فلاني فلاني من مصر عشان يقول لي الشركة الرعية بترشي بترشي التحكيم طيب لكن الحقيقة انا هقول لكم ميدو لما تكلم قبل كده لانه دلوقتي الاقل بيتهم بانه السحر والشعوازة وبحر طب ما نشوف ميدو شاور على مين لبحر نشوف ان نادي الزمالك السنة اللي فاتت كلها بيت كامل للأسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ وان كان فيه شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معهم الاتوبيس وبيحضر معهم المباريات والصور موجودة معايا وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المقرأ شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوازة وبأكد لك مرة تانية ان الصور معايا و احمد وامير مرتضى انا مش هتكلم عليهم دلوقتي هتكلم عليهم في الوقت في الوقت المناسب لكن احنا اشتغلنا تحت ضغط كبير جدا ضغط من جميع الانواع تدخل في تدخل في تعمالنا تدخل في التشكيل انا مش عايزة يقولك ان فيه العيبة جاتلي وعياط وبكت بتطلب مني ديها تمشي من نادي الزمالك لان مرتضى منصور مش عايزة في نادي الزمالك قتل عملية ارهاب ارهاب طيب احنا اطعناها لان بقى مش عايزين نعمل مشاكل اكتر من كده للناس لكن هو الحقيقة اصار نقطة تعرف لو كان ذكرها لردى سليمي ربما كان غير موقفه هو ليه ما قالوش احنا بنتعقد مع صحرا مغربة احنا عندنا صحرا بيركب الأوتوبيس معانا انت هتركبه السهر اه جنبك كده عشان يطمنك يا كابتن ميدو يعني كل شيء وعكسه في نادي الزمالك يقال الان على نفس اللسان وبعتمت نفس اللسان هو اللي بيقول وهو اللي بيهاجم الاهلي وهو اللي يشير الان نفس انه كان يفعل هذا طيب الاهلي جاذب لللعيبة ولا الزمالك هو المدرسة الفن والهندسة بيجذب اللعيبة واللعيبة من حقها تروح نادي الزمالك والحقه افضل روحه لنادي الزمالك كلام ده صحيح اللي قاله ميدو ولا الرد يجي عليه من اعلام زمالكاوي في قناة نادي الزمالك الزميل شادي عيسى الرأي مهم عاوز اقول لكم فجأة بس ما فيش مشكلة الاسوأ ايه ان سمير فكري رفض قال لك بس ما فيش استقرار في الزمالك سمير فكري اللي كان هينزل درجة تانية معاشر احترام لي اللعب نادي الزمالك بجلالة ادرو وقمته وقمته يطلب لاعب مش بسلا بيتنافس عليه انا لديها اخرى يا برامة زمالك يتنافس عليه ولا يتولى فيه شريحة قال له تعالى يا حق سمير تعالى يا حق سمير يا فكري تعالى عايزينك قال لك والله نادي زيك كبير وحبيبي وكل حاجة لكن هذه غير مستقر اه انا رايح البنك الاحلش البنك الاحلي عارض الزمالك بينافس البنك الاحلي دلوقتي في الصفقات مش بينافس برامنز ولا الاحلي واللعب بتفضل البنك الاحلي اللي كان وضعه السيء بس مستقر فلوسه سابتة فلوسه بتيجي الحقيقة مش محتاجين نعلق يا أستاذ ابراهيم يعني التعليق هيكون في ايه يعني هو كل كلمة بيقولها كابتن ميدو ويترد عليها من شهاد خريب وهو وترد عليها من كابتن ميدو لعكابتن ميدو لو رجع في لحظة ان هو يتذكر انه راجل محترف وفاهم اصول الاحتراف وانه دوره ان يقول الحقيقة بيردع على الكلام اللي هو بيعمله دلوقتي ولكن لكل يعني ظروف سامير فك لكل ظروف سامير فك ده كان نهاية حلقتنا شكرا لحضراتكم دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل كده الفجال يا أستاذ ابراهيم الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله سوء على خير اشتركوا في القناة